كيلانا هي مصفية الدم كذلك الأمر هي بتمنع تراكم السموم بالدم بتنظف دمنا مهم جدا أنه نحافظ على كيلانا بشكل جيد وطبيعي وخالي من الأوبئة فيه إذا منحكي مثلا عن الأعشاب اللي هي بتضر الباول عندنا مثلا البقدونس البقدونس موجود بكل بيت معظم الأشخاص بيقدروا ينظفوا البقدونس يحطوا بماء مغلية يشربوا كوب من البقدونس يوميا ما إلوا أي مساوئ جانبية بيدر الباول بيمنع تشكل الحصى وكذلك الأمر هو آمن جدا يعني أي شخص بيقدر ياخد بقدونس كذلك الأمر فيه أنه عشبي اسم الجعدة مرة كتير ولكن هذه مهمة جدا لعمل كلاوينة بتنظف النفرون بتنظف الكلاوينة بتضر الباول بتمنع تشكل الحصى وكذلك الأمر مهم جدا للسكري لأنه بتنزل السكر بالدم بتنزل مخزون السكر شوية مرة فينا نحليها بأي شيء بحطنا لنطرد عصرة حامض كمان هي آمنة جدا ما إلى أي مساوئ جانبية عندنا نبتة الهليون شوك الهليون نحن بنعرف أنه هذه مدرة للباول بتنظف كلاوينة بتحافظ على النفرون ما إلى أي مساوئ جانبية أي شخص بيقدر يستعمله عندنا الصمغ العربي اللي بيستعملوا للفشل الكلاوي ما إلى أي مساوئ جانبية أي شخص بيقدر يستعمله كذلك الأمر أن الأجوة أو بزور الطمر هذه مهمة جدا لتقضي على الحصة ذوب الحصة وتخلص جسمنا من الأملاح ما إلى أي مساوئ جانبية وكذلك الأمر أي شخص بيقدر يستعمله في عنا عشب كتير مهمة اسمها تريبلس ترسترس نحن بالعربي نسميها سنة العجوز إذا منطلع على ثمرة سنة العجوز بتشبه الحصة المكونة اللي كانت بالمثانا اللي كانت بالكلاوي أو إذا كانت بالجهاز البولي أو المسالك البولية لأنه موسمة تريبلس ترسترس فينا ناخذها على شكل الكابسولات فينا ناخذها كذلك الأمر على نغل الماء ننقعها ونشرب منقوعة بعض الأحيان بتتحضر على طريقة الهوميوباثي بياخذ الـ 21.3 مرات باليوم ما إلى أي مساوئ جانبية والأبحاث الألمية أثبتت فعاليتها أنه بتنظف الكلاوي بتمنع تشكل الحصة بتفتت الحصة وكذلك الأمر بتتخلص من الرمل بالمثالك البولية بعدين في عنا شوك الجمل السيليبوم ماريانوم كاريوس مارينوس هذا مهم جداً لأنه هو نيفرو بروتكتف بحافظ على النيفرون هذه الشعب الموجود بكلاوينا اللي هي بتشكل عليها كل وظيفة تنظيف جسمنا من السموم وإخراج هذه السموم عن طريق البول كل هذه الأعشاب هي آمنة جداً أي شخص بيقدر يستعملها مع أي دواء عما يستعملوا عن طريق الطبيب المختص اشتركوا في القناة